موظفة كانت أم ربة بيت طالبة أو غيرها من وظائف المرأة سياقة السيارة عندها أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة سيما بعد الانفتاح والتطور وكذلك ساعات متطلبات الحياة الكثيرة اتعلمت هذه السياقة على مدعاني كموظفة وأتأذى من الخط أنه ما يجينا أو ماكو سيارة مرة بالشتة المطار يعني نوقف بالشارع فمنها تعلمت الحمد لله والشكر تعديت كل هذه الصعوبات يعني ما أعتمد على أحد يعني أنه يوصلني تعوديني تعجيبني أنا أشغل سيارتي وأطلع لأي مشوار أو أي حتياجات البيت رغم أني ربة بيت مو نعلم وظفها بس الحمد لله والشكر فادتني بهاية أمور بالعكس كل البناء دخلية تعلمون سياقة حلوة تستفاد هي من عدها تقوي شخصيتها أكثر وأكثر وحلوة السياقة إذا تعلمتها البناء ونصح كل البناء أن تتعلم سياقة وعلى الرغم من النظرة السائدة عند البعض على أن المرأة لا يليق بها قيادة السيارة إلا أن مقتضيات الحياة جعلت من الأمر طبيعيا وهو كذلك كما ترى المرأة إذ هو حق طبيعي من حقوقها ظهر تقدمية وحلوة وحضارية وما أصور الدين أو المجتمع يقدر يرفضها بس أكو بعض الأشخاص عندهم هذه الدنيا إنهم ما يقبلون المرأة سوق السيارة بس أنا أشوف كل شيء ممارسة حقها الطبيعي وحقها الاجتماعي بالمجتمع يعني سياقة المرأة للسيارة وبعدما كانت من المحظورات السية ما في مجتمع كمجتمع صلاح الدين أصبحت لضرورتها وللحاجة لها مسألة طبيعية تقبلها الجميع من صلاح الدين فراس الحسني أتسغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر